أهلا بكم جميعا مجددا الآن انتقلنا إلى الجلسة التفاعلية المفتوحة وبدأنا ورشة عمل تركز على البقاية من برمجيات طلب الفدية في القطاع البريدي ومعنا مدعوون مرمقون من الخبراء في مجال العلم السيبراني وسينقشون معنا هذا الموضوع وهو موضوع يطرح نفسه اليوم لأن التهديدات الفدية هي خطر يزداد ويطال قطاعنا ولا يطال فقط الأشخاص والأفراد بل أيضا الشركات الجميع يتعرض لطلبات الفدية هذه وبالتالي من الضروري أن نفهم ما هي المخاطر التي نواجهها اليوم وكيف لنا أن نعالج هذه الإشكالية وبالتالي سأعطي الكلمة للمكتب الدولي لتريسي ليقدم لنا البند وليدير الجلسة شكرا أهلا بكم كل من ينضم إلينا من جميع أنهاء العالم في سويسرا الساعة هي ساعة صباحية وبالتالي أرحب بكم الطابة صباحكم أو نهاركم أو مسائكم أينما كنتم أهلا بكم في هذه الجلسة كما قال رئيسنا لدينا جلسة خصصة لموضوع المسيح للاهتمام خبراء عديدون مستعدون على الشاشة وسأعطي لاحقا الكلمة واحد تلو الآخر ليقدم أنفسهم جون براون من تين كامري نسي سي جروب جورج إبراهام من جلوبل أنتسكام لاينس بيتسا باكلافن من زيرو نتوركس وكذلك أخيرا وليس آخرا لأنه معي هنا ميشيل أوبرت من دريم لاب تكنولوجيز أهلا بكم جميعا سيقدمون أنفسهم في الجلسة التمهيدية ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع أود أن أطلب من مدير المركز التكنولوجيا التي متأت أن يعد لنا الإطار العام بالنسبة إلى ما هو السبب من توجدنا هنا شكرا لك تريسي كما قال تريسي أنا التي متأت وأنا مدير البيتي سي وأود أن أخبركم قليلا ما نعني بالمركز البريدي للتكنولوجيا ومركز التقنيات البريدية نحن منظمة حكومية دولية ووظيفتنا تكمن في الإشراف على القطاع البريدي العام ونحن هيئة عضو تديرها البلدان وبالتالي عندما نفكر بالقطاع البريدي نفكر عادة بالعمليات التقليدية المعتمدة على الأوراق وهي موجودة فعلا ولكن منذ 1999 تقريبا تحولنا إلى هيئة رقمية أو إلى قطاع رقمية بشكل كبير جدا أنتم اختبرتم المكاتب التقليدية وليس القطاع الخاص إذن العمل التقليدي تسلمون البريد أو تسلمون الإرسالية أو الطرد وبعدها يتم توزيعها وهذا العمل هو موجود ولكن في حال استعردتم النص الاستهلالي بشأن الاتحاد البريدي نقول أننا شبكة تغطي 192 منطقة أو دولة ونقاط نفاذ تبلغ 70 ألف نقطة نفاذ بريدية وبالتالي أنتم تعملون عبر الشبكات المحلية وترسلون الطرود برموز مع رموز مشفرة وهذه الطرود تصل إلى أنحاء مختلفة من العالم ولكن داخل هذه العملية التقليدية هناك العديد من العمليات الرقمية التي تحصل كما ذكرت سنة 1999 كنا نركز على التتبع وتقفي الأثر هناك الكثير من المرسلات كانت كان يتبادلها المرسل إليه والمستثمر المعين ولكن الأمور تغيرت وحاليا نرى اللجوء إلى استخدام هذه العمليات التي تقضع البيانات من أجل العمليات التخليص على مستوى الجمارك وبالتالي هناك معلومات أصبحت مرقمنة تعمم على جميع الشبكات هذا هذه النقطة الأولى الهامة وثانيا هناك أيضا العمليات الجسدية أو المادية اليوم تدار بموجب بيانات رقمية وذات جودة عالية وبالتالي هم صلة الواصل أو بالنسبة إلى العمليات البريدية التقليدية ومن هنا أهمية الدوت بوست على سبيل المثال الدوت بوست يركز على التوعية في مجل الأمن السيبراني والحماية السيبرانية وبالتالي بإجازة نحن مسرورون جدا لأنكم وافقتم على المشاركة في هذا اللقاء لتقديم عروضكم ونتطلع إلى الاستماع إليها لنرى كيف بإمكاننا نحن كالقطع بريدي أن نحمي أنفسنا شكرا لكم شكرا لك والمعلومات كانت قيمة جدا وأنا أكيد أن هذه المقدمة ستساعدنا على فهم سبب وجودنا هنا ما هي الأمور التي نتعامل معها والمشاركة في مناقشات بناء مع الضيوف اليوم بالنسبة إلى التحديات التي يواجهها القطاع البريدي ولكن بداية سنستعرض الموضوع من المنظر العام وسنبدأ النقاش مركزين على المستوى الأعلى ولذا أعطي الكلمة لجورج إبراهام من Global Antiscan Alliance لكي يعطينا المقدمة بشأن هذا المفهوم على الإنترنت وهو هناك رابط بين الطلب الفدية وأعمال الغش التي تقع على الإنترنت إذن لك الكلمة شكرا هل ترون الشاشة؟ ولكن الصوت سيء جدا اسمي جورج إبراهام وأنا أدير Scam Alliance وهي منظمة غير لتتوخى الربح ونتعاون مع المزاودي الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكل من يهتم بالحماية من العمليات الغش الموجودة أو Scam الموجودة على الإنترنت معنا خمسة مليون مستهلك يتأكدون شهريا إن كان الموقع الإلكتروني سليما أو لا ولكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود أن أشرح لكم ما نعنيه بالScam Scam هي الجريمة الوحيدة التي يمكن أن تقع في فخها ولكن هذه الجرائم عادة لا تلاحق لأن الضحية لا تذهب إلى الشرطة بما أنها وقعت بإرادتها في عملية الغش وبالتالي الموضوع الذي يطرح نفسه أين يبدأ الغش وأين ينتهي وهناك عمليات غش نجدها في مثلاً في أبل وهناك مثلاً السكام التي يمارس عبر الرسائل الإلكترونية أو طرائق أخرى وبالتالي هناك منطقة أو مجال غير واضح هناك عملية الفيشنج أو تجميع المعلومات عن الشخص عندما يستخدم الإنترنت ولكن ترون بأن المستهلك بدأ أكثر وأكثر يقع في شبك السكام وهناك تعريفات مختلفة لأنواع الغش كمثلاً الاستثمارات تلك المرتبطة بالاستثمارات أو مثلاً الإرسليات وبالطبع هناك أيضاً الضحية بإمكانها أن تخسر مبالغ قليلة أو كبيرة إن أرادت مثلاً أن تشتري سلاحاً أو رخصة قيادة وبالتالي لا يتفاجأ الشخص في حال وقع ضحية عملية الغش وبالتالي لا يذهب إلى الشرطة بما أنه كان يحاول أن يقوم بعمل غير قانوني مثلاً مؤخراً هناك امرأة وقعت في عملية الغش لتمول مثلاً عودة لشخص من الفضاء بمبلغ 35 ألف دولار أمريكي وما هو حجم عملية الغش أو السكامس حالياً المستوى العالمي وما هي المبالغ التي نخسرها وما تقوم به المنظمات لتحمي المستهلكين بشكل أفضل ونحن نرى أن هناك ارتفاع كبير السنة الماضية 55 مليار دولار استثمرت في عملية الغش مبلغ من قبل حوالي 100 ألف شخصاً وهذا هو التوزيع الجغرافي كما ترون على الخريطة و41% من أعمال الغش تكون أو تلاحق قانونياً ولكن هذه ليست إلا الصورة السطحية لأننا نرى فقط 7% من جميع عمليات الغش يتم التبليغ عنها من قبل المستهلكين في حال اقتربنا أو ركزنا على عمليات الغش بين الشركات بي تو بي وعمليات الطلب الفدية كما ترون إذن هناك عمليات القرصنة أو الهاكينج والشركات تحاول أن تحمي نفسها منها ولكن رغم ذلك نرى عمليات غش عديدة على مستوى الشركات بما في ذلك الفيشينج وأظن أنه لابد من أن نركز أكثر على هذه الظاهرة بعض العمليات الغش البي تو بي هي بريئة نوعاً ما وأحياناً مثلاً يطلبون الكثير من الأموال لكي يظهر اسمكم مثلاً على جريدة وهي موجودة ولكن لا تقرأ أو لا يستشيرها أحد هناك مثلاً عملية غش تدعي بتسليم أدوات ولكن سرعان ما تعاد وتباع في الأسواق الإلكترونية والشركة المعنية كانت تفكر بأنها تقوم بعمل مع الشركة ولكن السجل لم يكن حقيقياً أي أن الشركة الأخرى كانت موجودة ولكن الصفقة كانت من حساب آخر وليس حساب الشركة هناك منصات أيضاً بإمكانكم أن تشتروا مواد وبعدها يحصلون على تعويضات من قبل شركات ليست موجودة خاصة للمواد الخامة والأمر سيئن بالنسبة للشركات الطيران هناك الكثير من شركات الشحن الأشباح وهي تبدو كأنها حقيقية وتدعي بأن عمرها أو تعمل منذ 25 سنة ولكن حوالي أن نتصل بالشركة لم نحصل على أي جواب وبالتالي نشكه فعلاً في هوية الشركة وهناك بالطبع عمليات الفدية الحقيقية والمفترقة أو الموزايا الوهمية وهناك رسائل نحصل عليها والهدف منها إما الحصول على المال أو الحصول على معلومات المستخدم وهناك استهداف أيضاً للعاملين في الأمن السيبراني من خلال إرسال مثلاً من خلال إرسال رسائل بريدية تحتوي على ملفات ويكفي أن ينقر الشخص على الملف لكي يزرع هذا البرنامج على حسوبه ما نرى اليوم هو أن هذا التصيد الإلكتروني بدأ يستخدم الأدوات مختلفة لكي يدخل الشركات ولكن ما تغير هو ما لا نعرفه هو المجهول نحن لا نعرف كيف من أين يدخل الشخص الشركة أو ما هي نقاط النفاذ وأريد أن أركز على المخاطر التي وجهوا الموظفون عدد أكبر وأكبر من الأشخاص الذين يتعرضون من قبل موظفيهم ليس بطريقة مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة لأنهم دخلوا مثلاً في صفقات مزيفة وفي نهاية المطاف يؤثر ذلك على الوضع المالي الفدية طلب الفدية مثلاً أحياناً لا يواجه مباشرة إلى الموظف بل إلى الشركة وبالتالي من الضروري أن يتم حماية النظم وكذلك الموظفين ليس فقط من التصيد أو الفيشينج أو البرمجيات التي تبحث عن المعلومات بل أيضاً على أنواع غش أخرى السوق تزداد حجماً بشكل سريع وبالتالي الخطر الوقوع في عملية غش أو ضحية غش يزداد أيضاً كيف نواجه المشكلة؟ نتحدث عن التوعية ونكرر الموضوع ولكن الدراسات تبين بأن التوعية لا تؤدي إلى انخفاض في عدد الضحايا لماذا؟ لأن ضحية الغش الإلكتروني وإن حصلت على التوعية تصبح توثق بنفسها بشكل أكبر وبالتالي تقع بإمكانها أن تقعد في فخ من هذا النوع وبالتالي المشهورة التي نعطيها هي أن يزيد عدد الشركاء في مواجهة العملية الغش العمل فيما بينها وتبادل المعلومات وبالتالي اليوم بإمكانكم أن تستخدموا البيانات نحن نوفر البيانات وكذلك ونطلب منكم أن تعطونا المعلومات الخاصة بالنتقاط التي تنشر عمليات الغش ونحن سنعممها على شركات المكافحة للفيروس أو أي شركات أخرى تكافح الغش ليظهر الموقع لأنه موقع خاطر ونهاية هناك ضرورة التأكد دائما التأكد من صحة الموقع الإلكتروني وهذه الأدات موجودة في حوالي خمسين بلد يمكن للمرأة أن يذهب إلى الموقع الإلكتروني ليتأكد من العمليات الغش الموجودة ليستنتج أو ليتوصل استنتاجي الشخصي والآن أعود أعطي الكلمة للرئيس والصوت كان سيئا جدا شكرا لك هذا عرض واسع نطاق لما هي عملية الغش على الإنترنت ونحن في القطاع البلدي بإمكاننا أن نتأثر نحن أيضا باعتداءات غش مثل هذه خاصة بالنسبة إلى البرامج البرمجيات الخبيثة التي بإمكانها أن تشكل خطر وبالتالي لا يكفي أن نعالج هذا الموضوع من المنظار التقني ولكن يجب أن نفهم كيف ينفذون إلى برامجنا ونحن رأينا أن الأدوات المستخدمة اليوم تغير هناك المنهجيات التي ذكرتها كالسكام أو الفيشينج بإمكانك الآن أن تطفئ شاشتك لكي أتمكن من إعطاء الكلمة لأزملاء الآخرين أكرر لابد من الالتزام بالوقت المخصص لكل عرض لا يتخطى السبع دقائق والآن سننتقل إلى موضوع الفدية مع عرض لموضوع البرمجيات الفدية وساطة الكلمة لمات هال وهو الرئيس للفريق العالمي لمكافحة الأمن أو لتوفير الأمن السيبراني سايبر ترانزيت انتليجنس نسي سي جروب وسأعطي الكلمة شكرا هل تسمعون هل ترون الشاشة نعم نرى نسمعك والصوت سيء أيضا هذا الموضوع يطال على العديد من القطاعات وسأقدم لكم هذا العرض إذن لأشرح لكم هذا الموضوع إذن هذا الموضوع نتحدث عنه كثيرا وهو يطرح نفسه إن كنا نتحدث عن القطاع الدفاع عن مواضيع عامة وهو يؤثر على الجميع يؤثر على جميع المنظمات جميع أشكال المنظمات وجميع القطاعات التي نعمل فيها وفي نقاشنا اليوم هو يؤثر أيضا على المنظمات القطاع البريدي الصوت سيء جدا للأسف إذن من أين يأتي هذا الموضوع؟ في بداية التسعينيات بدأنا نرى الطلبات الفدية عبر الفلوبي وعندها الطلبات الفدية كانت تظهر على شاشة الشخص الذي كان يضع الفلوبي في الحسوب إذن وعادة هذه البرمجيات كانت تمنع النفاذ إلى الحسوب وبعدها يقدم الطلب الفدية ليطلب الدفع المال ليعاد حق النفاذ إلى المستخدم ومع السنوات تحسنت القدرات أو قدرات المشاركين في عمليات الغش ومنذ 2010 تم التركيز على المنظمات التي تعمل إلكترونيا وبدأت عمليات الفيشنج أو الصيد عبر ملفات كانت ترسل إلى البريد الإلكتروني وكانت تبدو كأنها في ملفات عادية ولكن فتحها كان يؤثر على شبكة الشركة أكمل وبعدها ازدادت العمليات تعقيداً ودقةً وبدأت تركز على إغلاق النظام أجمع وليس فقط إغلاق الحسوب الشخص وبعدها مع إدخال العملة الإلكترونية أيضاً الكريبتو كورنسي أو بدأت أيضاً الطلبات تقدم طلبات الفدية إذن هي بالعملة الإلكترونية وبالتالي العملية التتبع ازدادت صعوبة وبعدها التقنيات تطورت وسنة 2017 أو 2018 وقع حادثاً وأصبح هذا الموضوع منتشراً ويشكل خطراً لمنظمات كاملة وتم بدأ التحدث عن أوجه الضعف داخل مايكروسوفت وبدأت تركيز على المنظمات التي دفعت أو استجابت لطلبات الفدية وظهرت طلبات مزدوجة للفدية وبالتالي العمولات الرقمية إذن كانت تستخدم في طلبات الفدية وأحياناً كانت تسرق وبالإضافة إلى الفدية المرتبطة بالأفراد وسمعتهم واليوم هذه العمليات تطال بعملية النفاذ والنطاق الغش التسعة أمامكم بعض الأرقام لأننا نتتبع هذا العمل ضمن الأي سي سي فريق الأي سي سي وترون عدد الضحايا الطلبات الفدية المزدوجة وهناك انخفاض السنة الماضية بنسبة 5% بالنسبة إلى الفدية المزدوجة ولكن الأعداد بشكل عام تزداد وهي أكبر بكثير مقارنة مع ما رأيناك في السنوات الماضية وهناك أيضاً طلبات الفدية التي استفادت من برامج فيها أوجه ضعف ما أدى إلى استغلال كبير جداً بالنسبة إلى القطاعات إذن بيانات 2022 تركيز كبير على القطاع الصناعة نظم التصنيع الإنتاج والبناء على الآليات الشحن على سبيل المثال والمركبات وأيضاً الصحة والأكاديميا والتعليم بالنسبة إلى التطلعات إذن المبالغ هي كبيرة بالنسبة إلى قطاع الصناعة على سبيل المثال وبالتالي هذه نبذة بالنسبة إلى العمليات الخش وطلبات الفدية ولكن في حال أردتم أن تحصل المزيد من المعلومات بشأن المخاطر الموجودة فهي موجودة على موقعنا وبإمكانكم أن تحصل على هذه المعلومات مجاناً وندعوكم إلى الاعتماد على هذه الإحصاءات وأنتم تعملون بعملياتكم وشكراً وأتطلع إلى النقاش شكراً جزيلاً لك هذه أرقام رائعة قد عرضتها علينا وأنا أود أن أشكرك على تفسيري كالواضح لبرمجيات انتزاع الفدية وكل ما بدأ في الثمانيات فأنا كنت أفتقر إلى هذه المعلومات التاريخية ولذا عرضك كان مثيراً للاهتمام ونحن سنخوض في مناقشات بعد هذه العروض لذا لا تترددوا في ترحي الأسئلة وإرسالها إلى قسم الدردشة سنحاول أن نجيب على الأسئلة فيما لحق ولربما نعطي أيضاً الكلمة للمحاورين ومقدمي العروض لكي يجيبوا على الأسئلة والملحظات فلا تترددوا في إرسالها ووضعها في قسم الدردشة الآن سنخوض في مناقشة برمجيات انتزاع الفدية وسنعطي الكلمة لأزميلة ميشيل لكي تعرض علينا برمجيات انتزاع الفدية لكي نفهم ما الذي نواجهه وما هي طبيعة هذا التهديد الفعلية أي تهديد برمجيات انتزاع الفدية ميشيل تفضل لو سمحت شكراً جزيلاً على دعوتي سأعرض عليكم الشرائح هل يمكنكم رؤيتها أنا أعمل في دريم لاب أنا باحث وسأحدثكم اليوم عن برمجيات انتزاع الفدية نحن استمعنا إلى بعض الحديث عن برمجيات انتزاع الفدية ونحن هنا نريد أن نشير إلى أن هذه البرمجيات تصبح أكثر ابتكارياً وهي تحاول أن تبدز بشكل مزدوج وهناك أيضاً تاكتكية للابتزاز الثلاثي هذا يعني أن هناك استغلال بين الضحايا والشركات والعلاقة بين الضحايا والشركات والأطراف الثالثة وهناك أيضاً ابتزاز من دون أي تشفير في بعض الأحيان التهديد يكفي أي يتم التهديد بنشر البيانات من دون أن يكون هناك تشفيراً أو بيانات مشفرة كما قلنا هذه البرمجيات لانتزاع الفدية تصبح أكثر ابتكاراً ونحن نريد أن نفهم كيف تدخل هذه البرمجيات في المنظمة أولاً هناك دوماً مرحلة أولى لدخول هذه البرمجيات وبعد ذلك تنتشر بين أو في المنظمة وهي هذه البرمجيات تقوم بصرقة البيانات أو بتشفيرها وإن المجرمون يكيفون الفدية بالمستهلكين أي ينظرون في المستهلكين ويكيفون الفدية التي يطلبونها وعادة ما يطلبون المبلغ التي تغطيه شركات التأمين وكذلك هناك تزايداً للأتمة في هذه البرمجيات في مجال انتزاع الفدية إذن ثمت أنشطة تمت أتممت أصبحت أوتوماتيكية وهناك مجموعات تهدف أولاً إلى النفاذ أولاً إلى المنظمات وبعد ذلك هي تقوم بهذه البرمجيات تسرق البينات وتبدز وتحصل على الأموال بفضل الإبتزاز وكذلك لابد من الإشارة إلى التصيد الإلكتروني وعدد من الأمور الأخرى وعادة هناك أو في 80% من الحالات نحن نرى العنصر البشري وعشرين في المائة هو الشقة الذي تمت مؤتمته وعندما نتحدث عن التصيد الإلكتروني بدأ استخدام أدوات مثل من أجل إرسال الرسائل من أجل بعث الرسائل وأن العنصر البشري هو الذي يقدم النفاذ إلى المنظمة وهنا ترون مجموعة اسمها لكسوس وهي تعطي مثلاً جوائز مكافأة لهؤلاء الذين يمنحون لها نفاذاً إلى منظمة ما وهنا ترون مثالاً عن ما يذكر بأهمية سد كل الفجوات الموجودة في النظم النظم في بعض الأحيان تبقى مفتوحة على شبكة الإنترنت مع فجواتها ومن هنا أهمية سد هذه الفجوات والثغرات الموجودة هذه النظم إذن معرضة أنا كنت أنظر في مجموعة البيانات التي لدينا في دريم لاب ونحن نظرنا في النظم التي كانت قد عانت منذ سنتين من أوجه ضعف كبيرة ومن السهل أن نجد هذه الثغرات ومواطن الضعف مثلاً نحن ننظر في نظم قد تكون ضعيفة وأنا هنا لا أقول أن النظم هي هشة الآن ولكن هذه النظم سهلة ومن السهل أن نجد باب الدخول إلى هذه النظم فأنا قد استغرقني الأمر خمس دقائق لكي أجد هذه النظم وهنا سننتقل إلى تكتيكات الإبتزاز هناك مجموعة اسمها كونتي وهي مجموعة من المواطنين الروسيين والأوكرانيين عندما بدأ النزاع في أوكرانيا إذ محلت هذه المجموعة بسبب مشاكل داخلية ونحن حاولنا أن نحلل عمل هذه المجموعات بعد ذلك مجموعات طلب الفدية هذه تعمل كشركات هناك قسم للموارد البشرية هناك هيكلية في هذه المجموعات مع تخصصات مختلفة وأدوار متنوعة يؤديها كل من يعمل في مثل هذه المجموعات إذن إذا ما وقعتم عرضة لهذه البرمجيات ترون هنا أحصائيات فيما يخص الضحايا وكيف يحاول أو تحاول الضحايا الحصول على بياناتها مجددا بعض الضحايا يدفعون الفدية بعضهم إذن يخسرون بياناتهم بعضهم يستعدون البيانات وهذا ما ترونه على الشاشة ويمكن أن نعول مثلا على أدوات تمكن من فك الشفرة الموضوع على البيانات في بعض الأحيان هناك أدوات لفك الشفرة ولكن إذا ما دفعتم الفدية ما من ضمانات تؤكد لكم أن تحصلوا على بياناتكم فهناك نسبة تروح 60% فقط من الضحايا الذين يحصلون على بياناتهم مجددا وهنا ترون هذه الأحصاءات لـ 2022 10% إذا ما كان فقط 10% من ما نراه صحيحا هذا يعني أننا أمام نمو كبير لبرمجيات انتزاع الفجية ومثل هذه العمليات وبهذا أعيد الكلمة لك سيد الرئيس شكرا جزيلا مرة بعد هذه المعلومات مذهشة ومذهلة لسيما كل ما استمعنا إليه بشأن الأسليب المستخدمة وأنتم تحدثتم عن هذا النمو الكبير الذي سنشهده في السنوات المقبلة وذلك يبعث على القلق هذه الأرقام مخيفة نعم ولكن لربما زميلي جون من تيم جومري سيأتي ببعض المعلومات الإيجابية لكي نرى كيف يمكن لنا أن نصل إلى الوقاية من برمجيات انتزاع الفجية بالاستناد إلى الممارسات الفضلة جون هل عرفت عن نفسك؟ شكرا جزيلا على أعطاء الكلمة هل يمكنكم رؤية الشرائح؟ شعبت أوقاتكم أينما وجدتم في العالم؟ شكرا جزيلا أسيد الرئيس على دعوتنا اليوم لكي نتمكن من المشاركة في هذا الاجتماع الهام سأناقش معكم بعض الأمور المرتبطة ببرمجيات انتزاع الفجية والوقاية منها فضلا عن الممارسات الفضلة المستخدمة وما الذي على المنظمة أن تفعلهم على هذا النطاق؟ هنا ترون بعض البروتوكولات التي نستخدمها في عالمنا نحن وأنا كنت أعمل كطيار وأنا قد خط في هذا المجال المجال السيبراني وانتقلت إلى هذا العالم إذن العالم السيبراني والممارسات الفضلة أعمل في تيم كومري كما قلتم ونحن نفكر في هذه المواضيع سنتقل الآن إلى الممارسات الفضلة السؤال ليس إذا ما كنتم ستقعون ضحية لبرمجيات انتزاع الفيديو ولكن متى؟ كما قال الزميل إن هذه البرمجيات أخذ في النمو وهي تصبح أوتوماتيكية أكثر فأكثر ولذا فإن الأدوات لتحديد الفجوات في منظمة أمر أصبح أسهل بالنسبة إلى مثل هذه البرمجيات وهناك عدد من المنظمات التي هي سهلت المنال بالنسبة إلى هؤلاء لا أريد أن أبسط الأمر ولكن ثمت جهود وهيكلية كامنة وراء هذه الأمور وهنا نتحدث عن ما الحقيقي وفعلي وهناك من يدفع هذه الفيديات ولكن علينا أن نتذكر أن الخطر هو لصالح أولاء وإن المكافأة كبيرة بالنسبة إلى هؤلاء الذين يقومون بهذه البرمجيات ولكن خطر أن يتم القبض عليهم منخفض ومن المهم أن نعي ذلك في المنظمة نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا احتياط أو نسخ احتياطية بالبيانات خارج الإنترنت أو من دون شبكة الإنترنت هذا مهم وهذا يعني أن هذه النسخ بحاجة إلى أن تكون موجودة في موقع مختلف ونحن بحاجة إلى أن نضمن أن هذه النسخ الأحتياطية ناجعة وتعمل بشكل جيد بما يمكن من استخدامها نحن بحاجة إلى أن نهتم بهذا الموضوع فالبعض في بعض الأحيان لم يتمكن من استخدام النسخ الأحتياطية بعد شهر مثلا إذن علينا أن نفحص هذه النسخ الأحتياطية ونجربها بصورة منتظمة وبغض النظر عن النظام المستخدم من أجل وضع هذه النسخ الأحتياطية نحن بحاجة إلى معايير حديثة وذلك لكي نضمن هذه النسخ الأحتياطية وكذلك هناك مساء مرتبطة بسلاسل الإمداد إذا ما قد أثرت البرمجيات على نظامكم لربما أنتم لا تريدون أن تستخدموا الخادم نفسه الذي استخدمتموه فيما سبق إذن عليكم أن يكون لديكم أجهزة منفصلة إذن هذه الأنظمة أو الأجهزة الموجودة والمنفصلة هي التي ستساعدكم على استرجاع وبناء البناء التحتية التي تحتاجون إليها مثلاً لربما يمكن أن يتم العمل مع شركة IBM مثلاً ودوماً علينا أن نحدد الممارسات الفضلة الموجودة والأهم هو أن نرى إذا ما كان هناك خطط مكتوبة تم امتحانها هل لدينا خطة أولى وهل لدينا خطة ثانية نحن دوماً لدينا خطة ثانية مثلاً أنا كطيار تعلمت أن يكون لدي خطة ثانية دوماً وذلك مع تقدم الرحلة دوماً نحدث الخطط الموجودة لدينا كلما تقدمنا في الرحلة وهذا مهم الآن فلنفكر في النقلاء في السبل المستخدمة من أجل الإقاع بالضحايا إذا ما صح القول عادةً يكون الجهاز متصلاً بشبكة الإنترنت أجهزة يتم استخدامها وعندما يتصل الجهاز في الإنترنت أي جهاز بالإنترنت إذا ما كان فيه ثغرات يمكن استخدام هذه الثغرات وهذا الأمر قد يعني أن الجهاز يمكن استخدامه من أجل القيام بمثل هذا الهجوم إذن عدد من المنظمات تأثرت وذلك لأنه كان هناك أمر من الداخل قد تأثر بمثل هذه الهجابات وتعرض لهذا الخطر ومن المهم أن يتم فحص الأجهزة بصورة منتظمة مثلاً الأجهزة التي لا تأتي بأي قيمة مضافة لابد من إزالتها مثلاً علينا أن نفحص هذه الأمور لكي نرى ما هو موجود داخل الشبكة على الشبكة لدينا نحن كذلك علينا أن نفحص الخطط الموجودة الخطة الأولى والخطة الثانية وكذلك لا بد من تدريب الموظفين وذلك بتوخي الحذر لأنه لا يمكن مثلاً أن نفرط في التدريب فالبعض سيقول نعم استمعنا إلى الكثير من المناقشات بشأن التصيد إلى الإلكتروني إلى آخره ولربما التدريب المفرط لن يكون مجدياً لكي لا نزيل حساسية هؤلاء تجاه هذه الأمور ونحن نريد أن ندعو الموظفين إلى التفكير وتقييم الأمور قبل اتخاذ التدمير عندما يكون هناك مثلاً رسائل إلكتروني عندما يدعي شخص ما أنه الرئيس ويرسل بريداً إلكترونياً يطلب فيه مثلاً الحصول بصورة فورية على مبلغ مالي ما علينا أن نعرف كيف نفكر فعادة الأشخاص لا يفكرون في هذه الأمور لا يفكرون في المعلومات لبل يقومون بما يطلب منهم وبهنا نعود إلى النقطة التي تحدث عنها الزملاء إن الجرائم السيبرانية اليوم هي عمل عمل شركات هؤلاء يدرون الأرباح ويعملون مثلنا ولكن ما يقومون به هو ضار أما عملنا نحن فليس ضاراً هذا هو الاختلاف بيننا وبينهم ولذا علينا أن نفكر في إمكانية أو في كيفية حصول هؤلاء المجرمين على هذه المعلومات لكي يعرفوا مثلاً كيف أو من هو الرئيس إلى آخره وبهذه الطريقة بعد ذلك تفكر في إمكانية حماية وكيفية حماية نظمكم لا سيما مثلاً عندما يتم إرسال بريد إلكتروني إلى نطاق معين نريد نحن أن نضمن أن يكون البريد الإلكتروني من الصعب نسخه أو الإدعاء نريد أن نصعب على أي إن كان أن يدعي أنه هو الشخص الذي يرسل هذا البريد الإلكتروني إلى آخره ولا بد من أن ننظر في هذه التهديدات والمخاطر ما الذي نراهم؟ عدد من هؤلاء يحاولون أن يستخدموا الشبكات أو يستخدمون أدوات مختلفة لكي يروا ما هو موجود وما هي الثغرات الموجودة ولذا عليكم أن تتوخوا الحذر لكي نرى ما هي الثغرات لا بد من استخدام الأتمة عندما يكون ذلك مضموناً عندما يكون ذلك لازماً عفواً لا بد من مراقبة ورصد النظم بصورة منتظمة ومثلاً في غطوني عشر سوان يمكنني أن أفهم بعض الأمور وأنتم بحاجة إلى خطة يتم فحصها وامتحانها وتجريبها مثلاً أنا كطار إذا ما كنت في رحلة وبعد ذلك وجهنا مشكلة لدينا خطة لكي نعرف ما الذي علينا أن نقوم به لدينا قائمة بالأمور التي علينا القيام بها لما؟ لأننا نحن كبشر عندما تمارس ضغوط علينا نحن بحاجة إلى مساعدة هذه القائمة بالأمور اللازمة هي تساعدنا نحن في الملاحة الجوية على حل المشكلة عندما تعترضنا وهذا ما يمكننا أيضاً من مواصلة الرحلة ونحن بحاجة أيضاً إلى مثل هذه القوائم في المنظمات نحن بحاجة إلى خطة خطة توثق ما الذي ستفعلونه جربوا هذه الخطط إن المدراء في المناصب العليا أيضاً لا بد من أن يشاركوا في هذه الأنشطة وفي عمليات تنظيم تنفيذ هذه الخطط هل هذه الخطط تشرك الجهات الفاعلة الأساسية هل يتم العمل مع قسم التكنولوجيا مثلاً وعليكم أن تناقشوا هذه الخطة مع بعضكم البعض مثلاً ما الذي تفعلونه إذا ما وقعتم ضحية لبرمجيات انتزاع الفدية هل من خطة موجودة هل تعرفون ما الذي عليكم أن تقوموا به وأن تقولونه مثلاً أن تقولوه في مثل هذه الحالات وماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من الحالات لربما الشخص الذي يقود هذه الخطة ليس مثلاً رئيساً أو مديراً لبل هو الشخص المعني بالتنفيذ وهو سيتواصل مع الجميع بشأن هذه الخطة أي أن دور هذا الشخص سيكون تنفيذ هذه الخطة نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص نحن بحاجة إلى العمل مع الجميع عند بلورة خطة هذه بعض الأمور التي عليكم أن تقوموا بها لإدارة المخاطر والتخفيف من إمكانية الوقوع فضحية لبرمجيات انتساع الفدية إذن عليكم أن تبلوروا خطط عليكم أن تفهموا مواطن الضعف لديكم وعليكم أن تضمنوا أن ترصدوا بشكل منتظم النظم المستخدمة لديكم وعليكم أن تفهموا ما الذي يحصل على صعيد الشبكات فهؤلاء الذين يريدون سرقة بياناتكم سيبينون عن ابتكار ومهمتنا هو أو هي عفوا تصعيب الأمر على هؤلاء شكرا جزيلا لك على هذا العرض أن تتحدث عن أهمية النسخ الأحتياطية ووضع مثل هذه النسخ الأحتياطية أنا عملت مع الحكومات وكان لدينا نسخ أحتياطية وذلك مهم أي أن النسخ الأحتياطية مهمة للغاية إن الإجراءات ذات الصلة مهمة للغاية لا يمكن فقط أن نعوّل على ما هو موجود في الوسائل النسخ الأحتياطية مهمة والخطط الثانية أي أن يكون هناك عدة خطط أيضا أمر مهم ولابد لذلك أن يتوائم مع الممارسات الفضلة في .post نستخدم إجراءات لامتثال ونود أن نضمن مثلا أن تكون الرسائل الإلكترونية تحظى على الامتثال بما يتماشى مع سياساتنا في .post نحن نضمن أو نريد أن نضمن ذلك وهؤلاء الذين يفتقرون إلى هذا الأمر مدعوون إلى التواصل معنا لكي نرى كيف يمكننا أن نستخدم هذه الأمور لكي نضمن القدرة على الصمود والمواءمة والامتثال إذن بوجه برمجيات انتزاع الفضية نحن رأينا الكثير من البيانات واستمعنا إلى الكثير من العروض وثم شخص سيحدثنا عن برمجيات انتزاع الفضية والسبل المستخدمة لدعم الزبائن سنعطي الكلمة لبيتر من زيرو نتورك وهو سيشارك معنا إحاطة سريعة عن دراسة عن الضحايا بيتر بهذا نعطيك الكلمة ونحن سنناقش هذه المواضيع بصورة مفصلة اسمي بيتر شكرا جزيلا على أعطائي الكلمة أنا كنت أعمل لمايكروسوفت لخمسة عشر عاما وذلك في مجال الأمن إن الشركة التي أعمل فيها حاليا هي شركة سأخوض في تفاصيلها لاحقا وأنا سأعرض عليكم حالة دراسة أولاً بعض الأمور شرحها لكم الزملاء وأود أن أحدثكم عن الشبكات إن الشبكات مفتوحة وهذا يعني أن من السهل النفاذ إلى هذه الشبكات وفي غضون أحد عشر ثانية هناك برمجية لانتزاع فدية تتم هذا الوقت كان أكبر كان أربعين ثانية فيما سبق إذن الوقت يقلص حالياً وهذا الأمر ينسحب على الخدمات على الإنترنت كما قال الزملاء أيضاً هناك عدد من الأمور كما قال الزملاء هناك أيضاً برامج الـ RDP التي يتم أيضاً استخدامها وأود أن أعود بكم إلى 2017 وأحدثكم عن ما حدث في أوروبا كان هناك إطلاقاً لمنظمة وأنذاك نحن رأينا شيئاً مختلفاً رأينا رسالة كانت كل البيانات والملفات تم تشفيرها وعليكم أن تدفعوا فدية وبعد ذلك نرسل إليكم كلمة سر لكي تسترجعوا البيانات إذن هذا ما عشناه في 2017 وكان هناك مستخدمين من ألبانيا وتركيا ولكن كالفيروسات من الصعب احتواء هذه الفيروسات في حدود معينة لبل هي تنتشر وتعبر الحدود وهناك سبل مختلفة يمكن استخدامها لإيقاع منظمات ضحية لبرمجيات انتزاع الفدية وعادة يشبه الأمر ما سأشرحه عليكم هذا المستخدم الذي طلع على هذه الرسالة لإنتزاع الفدية لم ينزل هذه البرمجية من هنا تلاحظون أنها لم تكن عملية تحيين اعتيادية وقد تخلط ما بين هذا النوع من الرسائل والرسائل الشرعية لأوجز التعبير للتحيين ولم يتم الإدراك أن المستخدم لا يدرك أنه يدخل هذا ما من التهجمات إلى منظمته مهما قمت بتدريب مستخدميك فهناك دائما أحدهم الذي يضغط على الرابط الذي يضغط عليه وأمامنا طرق عدة لتصوير هذا النوع من البرمجيات لمن يجهل إطار العمل هذا نحن نتحدث على مصفوفة تشمل مجموعة من الفنيات تستخدم أدوات لتحقيق هدف محدد أنا لخصت الموضوع يقول المتحدث وإلا فسأغرقكم في وابل من المعلومات في هذه الشريحة الضوئية نحن نتحدث على فئات دائما باب نفاذ أولي لنشر هذه البرمجيات العينة إن تم إعادة تشغيل الحسوب فهذه البرمجية العينة تتأكدوا من أن الفيروس ينتشر يقوم المتهجم بتوجيه رسالة كمصدر المشروع هذا ما يعرف بالفشنغ هذا النوع من الغش عندما يدخل المتهجم باستخدام تقنية الفيشنغ ما يحصل هو أنه يتم استخدام الأدات هنا بميكات وهنا تحدث عن أدات المتاحة للعموم يمكنك أن تتشاور إن كانت هذه برمجية العينة أم لا إنما ما يسمح لك القوم بذلك هو صرقة الاعتمادات وربما تحصل على ترخيص من جهة من سبق دخل إلى هذا الحسوب وهذا يعطيك امتيازات فنفترض أن نتحدث عن مكتب المساعدة أو جهة أخرى تتحلى بامتيازات إضافية إذن دخلت من هذا الباب بالنفاذ الأولي أنت أيضا صرقت الاعتمادات فأنت تحتاج الانتقال إلى المكينات والحواسيب الأخرى تم استخدام أدات مجانية نحن نتحدث عن أدات جزء من برمجيات اشترتها شركة مايكروسوفت قبل أيام وهذه الأدات المجانية تسمح لك بالعمل عن بعض على حواسيب ويندوز إذن أنت تنشر الفيروس وتستمر بالعمل وهنا نستخدمه بمهام بحسب الجزء الزمنية ما نراحضه هنا هو أنه باستخدام تلك المهام عبر ميزات ويندوز ومكاتس والأدات المجانية وأيضا الجهود التي تم تطويرها بالنسبة للتقنية الفيشنج وبطبيعة الحال نتحدث على تشفير البيانات حصل تشفير البيانات وبعد ذلك يطرح السؤال هل عليك أن تدفع أم لا إذن هذا تم ذكره وأتنقش فيه من جهة مقدمة عرض سبقني ولكن حدا لو دفعت فهذا لا يعني أنك حللت مشاكلك بالنسبة لهذا التجارة هذا ليس مثاليا أنت تدفع ولكنك لا تعرف أن كنت ستستعيد مفاتحك واعتماداتك وأنت لا تدري مدى الثقة في هذا الشخص الذي تتفاوض معه وأنت لا تعرف أيضا أن تم تحميل مزيد من البرمجيات فلو حصلت على الاعتمادات فيمكن إعادة تشفير البيانات في أي وقت لاحقا حتى لو حصلت على مفتاح التشفير فنحن نتحدث عن نوعا من الزر لإضاءة الأضواء أم لا أنت لا تدري إن لم تدفع فأيضا تواجهه خطرا فهذا معناها أنه عنك أن تعيد بناء جزء من بيئة عملك أو كاملة بيئة عملك وأنت لا تعرف درجة تحرك المتهجم جزئيا أو بشكل كامل الأربامل قرر المتهجم أن ينشر المزيد والمزيد من البيانات تعالنا وبغض النظر عن القرار الذي تتخذه فأنت تحتاج لزيادة مستوى أمنك إلى أعلى المستويات وبطبع الحال هذا سيستهلك الوقت والطاقة من سبقني أولى بلاء حسنا بعرض الممارسات الفضلة والتأكد من أنه يتم تحضير بروتوكول بتدابير يجب اعتمادها فالإنسان يعمل إلى ارتكاب بعض التحركات السازجة لا تحمل بيانات الحساسة على الإنترنت ولا تحين من دون التأكد إذا علينا أن نولي المزيد من الاهتمام إلى الوقاية بدل من الكشف فهناك اتجاه في القطاع للمزيد من الكشف والمزيد من الإنذارات والمزيد من الضجة ولكن نحتاج التركيز على الوقاية وفجأة تدخلونا إلى عالمي تجنب الحركة الانتشار عبر استخدام التجزئ إن عدنا إلى الوراء ربما ليس الكثير للوراء لأن بعض الشركات لا تزالوا تنظموا في هذه الطريقة عندنا الإنترنت الإنترنت الداخلي حيث البيانات الحساسة وعندما يتم التعرض إلى أصول واحدة فهكذا تحصل الأمور يمكن التحرك الحر بدون أي إشكاليات ونتيجة ذلك ما قام به منظمات العداية البدء بالتجزئ وهذا جيد ما معنى أنك تجزئ أقصى معينة أفريقا معينة وتحدد الانتشار وتحتويها في مجال معين ولكن الحل ليس ممتازا حتى لو بدأ الزبائل المنظام بذلك فلنزل نطلع على زيادة عدد البرمجات لانتزاع الفدية من نسبتي للتجزئ المصغر فهذا الحد الأقصى الذي يمكن توصل إليه حدثه على برمجيات ويندوز أو تي أو تي أو غيرها من البرمجيات بدأ هذا القطاع منذ سبعة يثمانة عوابن الوراء وهذا لا يطلق إلى معايير القطاع وهذا لا يفى بوعده ويمكن أن نفسر ذلك بتفسيرات عدة وأصيكم أن نظر في حلول لتجزئ المصغر فاختاروا الأكثر ارتقال إلى مصف المهارات المطلوبة إن سادلت حل التجزئ المصغر فأنتزل تحتاج إلى تحديد يمكنه النفاذ إلى هذا الخدوم أو هذا البروتوكول وستدخل في موضوع إدارة الشبكات وتحتاج إلى معسكر من المهندسين التعامل مع هذه الشبكة أيضا النظر في العناصر الغير الضرورية بحيث أن تتم إدخال إشكاليات من حيث الأداء والاستقرار وأيضا الصيانة إلى أقل حد وأسترد إلى مقدمة ومقدمة العروض من قبل حتى لو أعقب أحدهم وضعي منشورة على لينكتين فالبعض أقولوا لا هذا البروتوكول لنشر برمجية انتزاع الفدية وما أوصيكم القيام به وربما في القطع البريدي نرى التأكد من استخدام النفا أو غيرها من البروتوكولات التي يستخدمها تكنولوجيا المعلومات والتي يقوم متهجم باستفادة منها إن قنتم بتجزيء معين فهذا هو شكل التهجم فالبتهجم سيبقى عالقا يمكن وأن يدخل لك لا يكون أن يتحرك وإن تمتح حلا أنت مجزئيا جيدا فيمكنك أن تأسى إلى حماية تقريبا 70% من إطار العمل فانظروا في هذا الحل وختاما بعض الخلاصات الأساسية محاولة تركيز أكثر على الوقاية أكثر منه الكشف المزيد من الإنزارات فالإنزارات والدجة المفرطة لا يستساعد أحدا فتأكدوا من أن ما تستخدمونه آمنون لا ترموا إلى الامتياز بل إلى ما هو جيد للاقتراب من الامتياز وأيضا النظر في الحركات وهذا يمكنك أن تحموا 70% من إطار التكنولوجي وهذه مسألة سهلة يسهل حلها وبذلك سأعطي الكلمة للرئيسة وإن أنتم اتصال بي في كل اتصال بي عبر استخدام العنوان الإلكتروني الظهر أمامكم على الشاشة في هذه الشريحة الضوئية شكرا منك يا بيتر إذن عرض ممتاز بالفعل النظري عن كسب في بعض الحادث التقطع والحلول المحتملة التي يمكن نشرها في منظماتنا وهذا يعتمد على الموارد المتاحة وهذا يعني أن ندركه في القطاع البريدي أي أننا نتعامل مع موارد معحدودة للاقيمة بهذا النوع من العمل ونحتاج عن الحلول المحتملة وبطبع الحال فإن الوقاية خير مقاربة يمكن استخدامها وأيضا الحديث عن منهجيات بسيطة يمكن نشرها ضمن سلسلة القيمة وحلولها أكثر تعقيداً وكلفة والتأكد من أنه ممكن لكم أن تصل إلى قدرة سمودة أكبر ضمن البيئة على صعيد البشري أو التكنولوجي وهمنا أن يتم فهم ذلك أيضاً وأيضاً عدم الأفراط في التدريب لأنك تشل نوعاً ما الطاقة وقدرة التقض بلدات الفعل ونحتاج التواصل إلى هذا التوازن الحميد كوموا بما عليكم ولكن لا تفرطوا في ذلك ننتقل الآن إلى الجزء التالي من ندوتنا على الخط بحيث ننتقل إلى نسق المقابلة نوعاً ما الحلقة النقاشية عندي على يميني رئيس فريق دوت بوست وفي نهاية المطاف نحن نتأكد من أن جميعكم نشاركوا في هذه الحلقة النقاشية هذه المقابلة نوعاً ما سنسمع إلى أسئلة من الحضور جلسة أسئلة وأجوبة وبعد ذلك نعقد جلسة مخصصة لطرح الأسئلة وإن لم تطرح الأسئلة فنكمل بالحديث وإذن ارسلوا إلينا أسئلتكم في علبة الأسئلة والأجوبة ولا تم أخذ الكلمة اشيروا إلينا إلى ذلك في خلط الدردشة وزعتكم الكلمة فلنبدأ بسؤال بسيط للغاية أظن أن معظمكم علج هذا السؤال بالنسبة للإسجابة لهذا السؤال من سيجب على السؤال أولاً؟ سأطرح السؤال الأول هل يمكنكم أن تخبروا؟ لما أن لنسنوير برمجية التزاعة الفدية يتم زيادة استخدامها لما هذا الاتجاه إلى تزايد وأيضاً عملية الغش تزداد وهذا واقع لمحال وهذا الغش هذه تشمل واستخدام البرمجية للتزاعة الفدية هذا ما هو سبب ذلك؟ ما تشغل مايكروفوني ولد الإجابة أولا؟ نعم تفضل نعم نتعلى حقاً تماماً بالنسبة لهذا الاتجاه الاستخدامي برمجياتي الانتزاع الفدية فالعام الماضي كان عاماً فرد من نوعه من الناحية الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا وزادت العمليات الجرامية بفعل الحرب ولكن أنا أيضاً سأجلنا عدداً مرتفعة من التدخلات بالنسبة لبرمجات انتزاع الفدية وذلك لتصعيب نجاح عمليات انتزاع الفدية نحن نتكلم على مجرمينا وسيستمرون بالعمل للربح وربح الأم ونسبة نحن نشاهدنا عاملات تشفيراً في الخدم الأساسي ولكن أنا في زيادة هذه الظاهرة وذلك المجموعات الإجرامية اكتشفت أن يمكننا أن تدر الأرباح والأموال من هذه الممارسات ويفترض أيضاً استخدام هذه البيانات اكتفاء أسارها وتشفيرها وإعادة تشفيرها وشهدنا زيادة قصوى في أذار مارس تمحورت حول نشر البيانات بالمقارنة مع تشفير البيانات وهذا اتجاه نشهده هذا العام أيضاً شكراً لك يا مات جون نعم أظن أننا نحتاج لفهم أن المهدد هو من القطاع وهو يعرف الممارسات وإنما المجلياتنا زي تزاع الفدية هو استثمار حميد ناجح بالأحرى يمكنك أن تستأجر بنية شبكية تم سرقتها علماً أن الأعمال ستدفع مبلغاً من كامل الرسوم فأنت لست في موضع سلبي يمكنك أن تقوم بهذا العمل وأنت تسترخي عند الشاطئ وتمثل جهداً صغيراً جداً هذه العملية سهلة مربحة ولو أرسلت ألف طالب التزاعي فدية فهذا كحتي لهم مرتفع أن يدفع معظم المستهدفون هذه الفدية هم المستخدمون يتخوفون من سرقة بياناتهم أكثر منه تشفيرها ننظر في الأنظمة السائدة فننظر في الأنظمة السائدة هناك بعض الحكومات التي تجعلك تدفع مبالغ طائلة خائمة على كل موضوع بانتهاجاً في مجال البيانات ندفع بعض الرسوم النظامية وإضافة إلى ذلك عندي أيضاً ثقة الزبون هذا الزبون الذي سأغسر ثقته فيه فالمتهجم لا يحتاجه لا للتشفير ولا يتخف من ذلك فهو يهدد فقط نشر تلك البيانات على شبكة ولم يتم الدفع فأنا أبيع هذه البيانات للمجموعات المهتمة الأخرى وهم يمكنهم أن أتصرف بهذه البيانات وإجادة تلك العلاقات ما بين الأعمال والتعرض للشركة التي سرقت منها هذه البيانات مدخلة صريحة للغاية هذا هو الواقع جورج أعرف أن الجن يفكر في تغيير اسماتي هستية يمسح المتحدث أنا كنت أعمل في مجال السفريات وربما كنا نشهد ربما 20% من المسافرين أن يحجزون عبر السبكة والآن نحن أتحدث على 99% وفي المملكة المتحدة فأقل من 1% من المكاتب البريدية تعنا في تحديد هذه الجرائم السيبرانية 41% من الانتهاكات تتعلق بهذه الهجومات السيبرانية نحن نتحدث على وقائع جدية للغاية وأيضا هذا النقاش أنا أحبث جعل دفع الرسوم عملية غير قانونية سيدي الرئيس ربما تخصص وقتا أن يجبت على هذا السؤال نعم الوقت متاح وسمناه وصف ذلك ونحن ممدل قدما فلنطعمك في هذه النقاشات فلما أن التهديدات تزيد في القطاع البريدية نحن شاهدنا حوادثة وقعت في الأشهر العدة الأخيرة بشكل خاص مؤخرا والسؤالي ما نظنون أن القطاع البريدية يواجه هذه الظاهرة وواجه هذه الخسارات يمكن قوله على مر السنوات هو أن هذه المنظمات تحمل هذه الأموال ويمكنها أن تتحمل عبء دفع هذه المبالغ وأيضا كأنواع عدة من المنظمات والخدمات المالية وهم يتحلون بكافية التحقق بطاف الأمن كما يفترض وربما فنحن نرى أن القطاع البريدية وهذا ما نشهده في التعليم أو في الصحة أو هذين القطاعات أقل تنظيماً وجهز التعبير وهي لم تتطرق إلى الأساسيات وأصبحت هدفاً لهذه الهجومات وهذا نتركيز على قطاع الصناعة وأيضاً طلب الأموال من هذه المنظمات بيتر نامو يريد أن أضيف نقطة أن أتفق معمات القطاع البريدي على غير قطاعات عدة أخرى يستخدم بشكل متزايد التكنولوجيا في أعماله ويشهد القطاع تحولاً تقنياً وهذا يتطرق أيضاً إلى مصالح الفعليات ولذلك فيحمل ذلك وقعاً على المستقبل القريب جون ميشا لأننا لم نستمع إلى ميشا بعد ميشا نعم سأتحدث بسرعة نحن نتحدث عن الهدف السهل والهدف الأصعب من جهة بلمانجيات انتزاع الفدية ونحن شاهدنا زيادة في هجومات الفدية وأنت تشاهدوا هذه الزيادة عليك أن تدرك أننا أمام جهتين تتواجهين جون هذا إلى ما تترك إليه سابقاً هذه المسألة التي يسهل حلها تلك المنظمات تصل دورها على تسليم الرزم والطرود فنحن نتحدث عن العمل بالتعامل مع مؤسسات أخرى مالية وتمنقل الأموال والتعامل مع هذه الأموال لذلك للزبائن والمستهركين نحن نتحدث على مجتمع يحصل بالتعامل الكافي يتعلقوا بمتابعة هذا الموضوع تحدثوا على فرصة استفيدوا منها المتهجم لأن هذه المجموعة لم تتأثر كغيرها وفي نهاية المطاف فستمع ستضغط على مستوى ملكة البلدية الوطنية التي لا تتمكن من تسليم نظمتك من أمازون وسيعترض الجميع أن قمت بذلك في الوقت الملائم من العسنة فتتعرض لضغط سياسي ومن العلن لحل المشكلة ودفع المال وإعادة تشغيل النظم وبالتالي نحن نتحدث على واقع ما يمكن أن نقوم به في قطاع البريد هو التأكد من أن نتمكن من مساعدة على الوقاية ولكن على التخفيف والاستجابة بما هو ملائم هذه الظاهرة وهذا يتطلب التزاما من مختلف المكاتب البريدية لتدريب الموظفين وتطوير السياسات والممارسات الملائمة وستم مستدفل البريد هذا واقع نفاته بالتعامل مع المال والرزام ولكننا نتجهل ذلك سنجهد المزيد من التهجمات المحتملة لأننا لم نتعرض إلى هذا الكم من التهجمات في الماضي حزا مقلق ومخيف يجون هم تعرضوا لي قطاع الصحة وقطع شبكة كهربائية والامدادات بالمياه وتم التأثر أيضا وتأثرت منشآت معالجة المياه نعم نعم تحديدا ونحن نرى تأثيرات ذلك حرفيا وردنا سؤال من القطاع البريدي الرئيس معسيميليانو من بوستيطاليا الحديث عن سؤال محدد من نسبة لما يحصل بالبيانات عندما تحتاج إلى دفع الفدية وعندما تكون البيانات غير متاحة وبعد ذلك يتوقف الخدمة فالسؤال يتعلق بأرائكم أنتم المحاضرون بالنسبة لوقع الممارسة سارقة البيانات لا يكتصل موضوع على سارقتها بل استغلالها بعد سارقتها على سبيل المثال سارقتها وعدادة استغلالها لدر الأرباح فما هي أراؤكم بالنسبة للتأثيرات التي تلي وقوع الحادثة ودور الشبكة الشبكة الدوركويب في بعض الأحيان تتاح البيانات مجانا لا نسمع المتحدث تشير الترجمة الفورية صوته غير مسموع المتحدث تشير الترجمة لذلك يجب أن تتحق الأهمية التي تتحقق في ذلك لتحقق على ما يكون هناك تتحققات لكن المثال الأكبر أما الأثر الأكبر فهو يبقى على المستهلك ومن يتم استهدافه والنشاطات المتزيدة بحق المنظمة المستهدفة وأيضاً عندما يتم تسريب هذه البيانات وما يطبع ذلك من نشاطات غش نحن لا نعرف البيانات التي تم تسريبها لا ندري شكل هذه التهجمات ومن الصعب جداً أن نجد الحل وأن نحدد وجه عملية الغش التي وقعت هذه تحقق في هذه التهديدات ينتسب إلى منظمات كبيرة وهي توفر خدمة أحياناً لمنظمات مجرمة أخرى أو إجرامية أخرى وبالتالي هي شبكة سارقة من أشخاص أذى أشخاص وقتل أشخاص حسب مع اختلاف المخاطر والبيانات تلعب دوراً هاماً في حال سارقت بيانات من القطاع البريدي وفي حال جمعت ما يكفي من البيانات وسأستخدم تريسي مثلاً لو جمعت ما يكفي من البيانات بشأن تريسي وما أرسله خلال الأشهر في حال اتصلت بأحدهم ورسلت رسالة مثلاً أقول ارسل هذا الطرد وأقول أعرف أنك أرسلت هذا الطرد لهذا الشخص بهذا تاريخ وبالتالي أكسب خبرتك وستثق به وبأنني أملك معلومات موثوقة وبالتالي تريسي سيثق به ولن يشعر نفسه بأنه بخطر لأن هذه البيانات لا يعرفها إلا المرسل والمرسل إليه والبريد أما الآن فأنا حصلت على ثقته وبإمكاني أن أستغل هذه الثقة لكي أمرر لعبتي وأجبره على اتخاذ تدبير معين لمصلحتي الشخصية أنا كمجرم وبالتالي البيانات هي ترتبط بدراسة السلوكيات والمجرمون يدرسون السلوكيات ويحاولون فهم كيف يستغل هذه المعرفة وبالتالي لا يكفي الحصول على الرقم الضمان الاجتماعي أو العنوان إلى ما هناك بل هي بيانات مجمعة شيئاً فشيئاً تجعلكم تكسبون الخبرة أو الثقة من قبل المستهلك وبالتالي حماية البيانات هو موضوع أهم جداً شكراً لك ميشيل نعم أريد أن أضيف التالي في حال كنتم تفكرون في معلومات خاصة كمثلاً معلومات خاصة بالكريدت كارتز أو أي معلومات أخرى أحياناً يقوم الشخص بتغيير الرقم أو أخذ بطاقة شراء أخرى بطاقة تسليف أخرى في حال تمكن في حال غش كان لديه شكوك بشأن عملية أخرى ولكن كل هذه الإجراءات تحتاج إلى الوقت أيضاً لا يجب أن ننسى ذلك عندما نتحدث عن أثر البيانات على الشركة والأفراد شكراً شكراً أرى في الدردشة أن هناك تعليقات بالنسبة إلى المورد البشرية شكراً والآن لم تبقى لدينا إلا دقائق قليلة وأريد أن أتأكد من أننا سنشرك العدد الأكبر من المشاركين هنا معنا وهناك طلبات عدة من حيث المشاركين ما من أسئلة مكتوبة في الـ Q&A أو الدردشة وبالتالي سأطرح سأعطي الكلمة لناهو فاروكا هل ناو؟ هل تريدون أخذ الكلمة؟ تفضلوا بإمكانكم تشغيل المايكروفون إلا فسأعطي الكلمة لشخص أخر محمد سكلو يمان محمد سكلو حسناً أو بإمكانكم أن تكتبوا في الدردشة أحمد الملف بإمكانك أن تأخذ الكلمة لو شئت ويجب أن تشغل المايكروفون إذن يطلب منك أن تشغل المايكروفون وفي حال لم تتمكن من ذلك سنتابع وبإمكانكم ترحل أسئلة في الدردشة أيضا في حال لم تتمكنوا من أخذ الكلمة موسى سين موسى بإمكانك أن تشغل المايكروفون لتطرح سؤالك يجب أن تشغل المايكروفون لتأخذ الكلمة بعض الأشخاص ربما يرفعون اليد فقط للقول أنهم هنا حاضرون وما من أسئلة في الدردشة وبالتالي أتابع بقية دقائق قليلة على إيتي حال ولو كانت لديكم أيضا أسئلة هناك سؤال في الـ Q&A ما يسمى هل بإمكانك أن تقرأ السؤال في الـ Q&A مجرد شكرا حسنا أعطي الكلمة للرئيس أو ربما سأطرح سؤالا أخيرا ما هي التدابير غير التقنية التي لابد من اتخاذها بالنسبة من الوقاية من طلبات الفدية إلكترونيا هناك من طلب الكلمة ما هي أهمية الـ PRA في الوقاية من الطلبات الفدية على الإنترنت ما هي أهمية الـ PRA في هذا المجال ربما بإمكانكم أن تشرحوا ما نعنيه بـ PRA موسى يطرح السؤال وهناك سؤال آخر بالفرنسية موسى سؤال 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 من محمد من محمد لديه سؤالة بالنسبة إلى ال V.P.N. ولكن لا أعرف ما نعنيه بالضبط حسناً في خطة الانتعاش وأيضاً الوقاية. ما أهمية الخطة الوقاية؟ سأجيب عن هذا السؤال. نحن بالطبع نحتاج إلى خطة لا يمكننا أن نعمل هكذا من دون أي رؤية ولا بد من إعادة التأهيل أو الخروج من المشكلة واتخاذ التدابير المناسبة لذلك الغرض. لذلك من الضروري أن نفهم ما هي التصرفات المطلوبة. مثلاً Airbus 350 الذي يحلق فوق الأطلسي ولا وجه أي مشكلة. ما هي التدابير التي يتخذها؟ هل يوقف المحرك؟ هل يخبر أي شخص آخر بوجود مشكلة؟ وبغياب خطة طوارئ إذن النتيجة ستكون كارثة فعالية. نحتاج إلى خطة خروج وما هي التدابير المطلوبة من المنظمة لكي تخرج من هذه المشكلة بأسرع طريقة ممكنة. وأحياناً الخطة تتألف من تدابير مختلفة حسب التغييرات التي تحتاج إليها فترة الانتعاش. شكراً جزيلاً لك جون. مت؟ أود أن أعرج على ما جاء على لساني جون. نحن بحاجة إلى خطة الانتعاش واسترجاع البيانات. وهذه الخطة مهمة نحن بحاجة إلى خطة محاكاة. نجربها. رأينا عدد من الأمثلة حيث الخطة كانت موجودة ولكن لم تتم مراعاة كافة الأمور. إذن هذه الخطة مهمة لكي نرى مع من يجب التواصل في المنظمة. وفي حالة وقوع ضحية أو في حال وقعنا ضحية لهجمة علينا أن نستخدم هذا الخطة لكي نعرف مع من نتصل في المنظمة. والمهم هو تجريب هذه الخطة. إن تجريب هذه الخطة أمر مهم. ولا بد من أن نقوم بذلك بصورة متكررة. شكرا جزيلا لك مات على هذه المشورة الرائعة من جانبك ومن جانب جون. الكلمة لميسم. فثمت سؤال بالفرنسية. أنا لست مترجمة فورية ولكن سأساعد في ترجمة هذا السؤال من محمد من السنغال. يسأل محمد ما هي التدبير الفعلية التي يمكن تنفيذها وذلك للهجوم على الـ VPN؟ أي ما هي التدبير التي يمكن أن نطبقها للوقاية من هجمة على الـ VPN؟ لا أعرف من طلب الكلمة قبلي. بسرعة. هذا السؤال سؤال جيد فنحن نرى عدد من الـ VPN أي شبكة خاصة افتراضيا. إذا نرى عدد من هذه الشبكات التي تقع ضحية لهذه الهجمات وهي معرضة لذلك لأنها موجودة على الإنترنت. إذن يمكن الدخول إلى هذه الشبكات الخاصة الافتراضية الـ VPN. الـ VPN قد تطورت من الاتصال وهي هذه الشبكات الـ VPN سريعة. ونحن نرى ما نسميه بالـ ZTA. وإذن هذه الشبكات الشبكات الـ VPN في بعض الأحيان تكون موجودة على خدمة iCloud. وقبل أعطاء النفاذ يتم هناك طلب تحقق من الهوية وهذا هو الاتجاه حاليا. ولكن نحن هنا وضعنا شبكة إضافية من التحقق أي نستخدم الآن تحقق بثلاث مراحل. بالنسبة إلى التحقق من الشبكات الخاصة افتراضيا الـ VPN. وبتلخيص إذن إن الشبكات الـ VPN التقليدية كانت معرضة لمثل هذه الهجمات. ولكن هي بحاجة إلى شبكة إضافية من الأمن. التحقق الأمني ويمكن استخدام أدوات من أجل التحقق. إذن يمكن إضافتها إلى هذه الشبكات التقليدية من نوع VPN. من ناحية فنية إن شبكات الـ VPN جيدة هي أجهزات أمن تقوم بعملها. يمكن النفاذ إليها نعم إلى حد ما. ولكن على المستوى الفني هذه الشبكات شبكات الـ VPN الخاصة لا بد من أن تبقى محينة. وإذا ما كنتم في بلد مثلا في أمريكا اللاتينية. وإذا ما كان هناك موظفين من من آسيا مثلا. لن يتمكن مجرمين من الصين أو. أشخاص من الصين من الخيام بالهجوم مثلا. وإذا ما لم تكن بحاجة إلى هذه الشبكات فتوقفوا عن العمل بها. ولا تشاركوا الحسابات الموجودة. إذا كما قلت. إذا ما شاركتم الحسابات. هذا يعني أيضا إمكانية بيع إمكانية النفاذ. إذا عليكم أن يكون لديكم حساب خاص. وإذا لا تشاركوا الحسابات. شكرا جزيلا. أرى جون طلب الكلمة. الوقت يداهمنا. ولربما جون يمكنك أن تتقدم بكلمتك الختامية. نحن نريد أن نحصل على ردود فعل منكم جميعا. لا سيما لكي نرى ما هي التدابير التالية بالنسبة إلى المكاتب البردية. لا سيما في مجال الوقاية من برمجيات انتزاع الفدية. الآن سأعطي الكلمة لجون دقيقتان لو سمحت للتلخيص. جون تفضل بإفقاء كلماتك الختامية لو سمحت. شكرا جزيلا بسرعة. إذا هذه المناقشة بشأن شبكات الـ VPN مهمة. ما من تكنولوجيا تحل كل المشاكل. إن الـ VPN هي من الأدوات التي يمكن استخدامها. وعلينا أن نطبقها بصورة صحيحة على المشاكل التي نحاول أن نحلها. ونحن بحاجة أيضا إلى التركيز على كافة الحلول وإلائها الاهتمام نفسه. مثلا تخزين البيانات إلى آخره. وكذلك نحن بحاجة إلى فهم مثلا شبكات الـ VPN الخاصة. وهذا مهم أيضا. الآن فيما يخص ما يمكن للمنظمات البريدية أن تقوم به وما هي التدابير التالية. بصراحة أنا أشجع كل مكتب بريدي كل منظمة بريدية على تحديد الشخص الذي سيتحمل مسؤولية تطوير وتنفيذ الممارسات السليمة الجيدة والذي سيكون له السلطة للقيام بذلك. لكي يكون هناك خطط للاستجابة. أنتم بحاجة إلى بلورة هذه الخطط كما قلنا. علينا أن نعرف مثلا كيف يمكن تسريح الأشخاص إذا ما أخطأوا في المنظمة على هذا الصعيد. نحن بحاجة أيضا إلى تحديد البناء التحتية. وعلينا أن ننظر في هذه البيانات في حسابات الدخول لكي نرى ما هي المعلومات الموجودة. وكذلك المهم كما قلنا هو بناء خطط للأمن السيبراني خطط للاستجابة بصورة واضحة مع تحديد الشخص الذي يتمتع بالسلطة والذي يتحمل المسؤولية. كذلك لا بد من استخدام الأدوات. هناك أدوات مفتوحة. هناك أدوات للترويج. هناك رزم من الأدوات الموجودة والتي هي من شأنها أن تساعدكم على إيجاد الحلول. كما قال زميلي نحن أيضا نعمل وثمت ائتلافات ومنظمات. وميشيل وبيتر تحدثا أيضا عن منظماتهما. ثمت أدوات ثمت منظمات شركات موجودة في تيم كامبري. لدينا معلومات ومجموعة من البيانات يمكن أن نساعد المنظمات بتقديم هذه المعلومات والبيانات التي بحوذتنا بخصوص هذا الموضوع. وإن الأمن السبراني تهديد لا يمكنكم أن تقفوا بدون أن تعملوا. لا بل عليكم أن تعملوا بجد وعليكم أن تحموا منظماتكم وتقوموا بما هو لازم. لا يمكنكم أن تقفوا بدون أن تستجيبوا لهذا التهديد وبدون أن تعملوا. والهدف هو حماية منظماتكم. هذه هي كلمتي الختامية. جورج. جورج. أوافق تماماً مع قاله جون. كل تدبير يرمي إلى إضافة حجر إلى هذا الجدار الذي نبنيه للوقاية من التهجومات هذه. حدثت مع الشركات الأمن السبراني. وهو وصلته رسالة من المدير التنفيذي. والطريقة الوحيدة التي دفعت به الاكتشاف أنه تم أوقع ضحية غش هو بعد لحظات فهمة. أحمي موظفيك من الغش. شكراً. منظمات. نقول منظمات بحماية أنفسها عبر اعتماد الأساسيات. أساسي. ونضع هذه القائمة في خانة الدردشة. أولاً التجزيء. والتجزيء فالتجزيء. وجون كن بحفظ بياناتك. كوب أسخن عدة من هذه البيانات التي تمكنها من عودتي بسرعة إلى العمل. فنحن نتحدث على الطرق الأسهل أو الأبسط. نحن شاهدنا ذلك في أذار مارس. استثمر في موظفيك وأفرقاتك. واستثمر في إذكاء الوعي. لتأكد أن الأشخاص يفهمون ما يحصل. وكيف يمكنهم أن يحموا أنفسهم ومنظماتهم. وأخيراً. سأخيراً. خطة للاستجابة والتمرن. واستخدام ذلك لحماية منظمتك. شكراً لك يا مات. ميشا. ذكرت الأمور الأساسية. هي قائمة شاملة وضعها مات. معظم الأمور تجنب التحيينة المجانية. فنفقد أنك تستخدم برمجية بترخيص. فأنت تقوم بالتحيين برمجيتك. فهذه عملية مجانية. هذه العملية مجانية. ليست مكلفة. وأيضاً الكلمات السر القوية. وما من عذر لعدم استخدام كلمة السر والتحقق بالهوية بمراحل متعددة. وأيضاً ما جح فيه وعدم أن يحدد ذلك على الحياة المهنية. هذا ينطبق على الحياة الشخصية. يمكنك أن تتعرض للهجوم في حياتك الشخصية على فيسبوك على إنستغرام. ما نعلمكم هنا فربما تعودوا به وتستفيدوا منه في حياتك الشخصية. شكراً يا ميشا، بيتر. نعم، عرضنا برمجية انتزاع الفدية في هذا القطاع البريدية. وهذا تطلب مقرأة مدعددة المراحل وتدابيرها فنية وغير فنية. أيضاً من نسبتي للطابع الأساسي الاعتمادي هكذا التدابير من الصعب جداً أن أضيفه على مقيل. ولكن الناس أختتموا بالترتيب بثمانة تدابير أولاً. أبقي برمجياتك معحينة. أبتعد عن كلمات السر وعند الإبتعاد من كلمات السر استخدم كلمات السر قوية. واستخدم أيضاً التحقق من الهوية بمراحل عندما كان ذلك ممكن أن ونحن شاهدنا شركات تأمين سيبرانية تطلبوا هذا التحقق من الهوية. نفاذ محدود للشبكات والبيانات لمن يحتاجوا نفاذ إليها. تدريب الموظفين للتعرف على عاميات الفيشينج. ونقطة تحدث عنها جون مطولاً هي القيام بنسخ هذه البيانات وتخزينها بشكل آمن وأخيراً. وهذا تدريب مفضل لدي تعديد الخطر عبر استخدام التجريء المصغر. وهذا يسهل حله لو كانت بحوزتك الحل الملائم. وأخذ تمنى سأستفيد من أنني مقدمة وسأستريد إلى تجربة منظمتي وجهودها بنسبة لما تمنقم به من جهة الدوت بوست. نحن حالياً نقوم بإنفاذ على منصة جزء من بناء الثقة في المجتمع الذي نخدمه. ونحن ناشطنا في المجال تطوير السياسات وركزنا على الامتثال لسياسات الأمن الخاصة بمجالنا. ولا يمكن لأحدهم أن يحصل على مجال دوت بوست بدون التحقق من نظام أسماء المجالات. وتحقق له لم تتم استغلال هذه الأسماء. ونحويل ذلك إلى فريق الاستجابة وتطوير القدرات وبنائها وبثل الجهود ضمن بيئة دوت بوست. وتجميع ذلك ضمن إطار عملنا المتاحة في info.post slash security policies. نحن أطلقنا أيضاً أداة تريطة لنصد امتثال المجال. دوت بوست لأداء ريال مايو 2022. وكل حاملي مجالات أو أصحاب المجالات دوت بوست. وهذا أسمح لأولئك التحقق من الانتثال وسياسات التحقق والهوية والخدوم وتأمين على الصفقات على الخط. أنا أدعوكم الاتصال بنا ويمكننا أن نستعرض معكم كافية استخدام هذه الأدات. خاصة لمن هو جديد في مجال دوت بوست. كنوا أيضاً ببناء قدرات للمستثمرين البريديين والعمل على منصات دوت بوست. والندوات على الخط كما هذه تشاركون فيها. وأيضاً تلك المنصة التي يمكن أن نفذ إليها. كما سبقوا الذكاء نحن نركز على مكافحة الاستغلال. ولم يتم التعرض لدوت بوست. نحن من أهم المجالات في العالم لكم استغلالها. ونحن نفتخر بذلك وننوي الأبقاء على هذا الاتجاه. بأن حالة الاستغلال تزداد. وبغاية الكم بذلك تحتاج إلى تسجيل بجالي دوت بوست. ندخل في التفاصيل المملة هنا. ولكن زوروا الموقع أو تصلوا بنا. إنفو دوت بوست لأن أعلمكم حول كافية الكامل بذلك. وأنا أختتم. أود أن أسأل مدير مركز البريد تقني إضافة بعض الملاحظات. بالنسبة لما يقوم الاتحاد البريد العالمي لمساعدة القطاع البريدي. في نشاطات الوقاية من برمجية انتزاع الفدية. شكرا لك يا تريسي. أنا أردت فقط أن أشهد بالإسهامات الممتازة التي تقدم بها المحاضرون. تعلمت الكثير في وقت مجاز. قبل الإجابة على الأسئلة. أردت أن أعلق على ما قاله تريسي. لتو فيما يتعلق بدوت بوست. فكما ذكرت في الملاحظات الاستهلالية فأن مركز التكنولوجي البريدي بحوزته حلولة تعرض على القطاع البريدي. ونحن اتخذنا هذا القرار في عام 2012 لنضع كاملة خدماتنا على الخط تحت دوت بوست. ونحن دعمنا مبادرة دوت بوست منذ البداية. أما الملاحظة الثانية التي أريد أن أكررها خاصة للمشاركين اليوم هو مقاله براون وألخص بالشكل التالي. إذن التدعيات المأساة في حل تعرضتم. أولا تخسرون العلامة تجارية العمل وأحيانا تضطرون إلى المرور بدفع غرامات. وثالثا لو كانت هناك أي تشريعات حكومية قمتم بانتهاكها فهناك المزيد من الغرامات المطلوبة دفعها. وبالتالي هي مأساة ويبدو أنها مأساة بإمكانية أن تطال أي إن كان. ونحن ممتنون للمشهورة الممتازة التي حصلنا عليها وما أسمعه دائما من سيدفع ثمن كل ذلك الأدوات موجودة. ولكن علينا أن نغير الإجراءات وأن نطبق التدابير الحماية وهذا مكلف وأنا أتحدث عن معرفة. لأن البيتي سي خلال السنوات الماضية مر بعملية الترخيص ونحن حصلنا على الشهادة ولكن فقط لنطاقات محددة من الخدمات. واتطررنا إلى استثمار الكثير من الجهود. واتسألت لما نستثمر هذا الكم من المال. ولكن الحقيقة تشرح نفسها بنفسها. وإذن ما يمكن للاتحاد البريدي أن يقوم به. الجواب هو أن ما عرض عليكم الآن هنا من قبل المشاركين. إذن أنتم تملكون النفاذ إلى عقول ذكية بالنسبة للمشورة لتحسين الشبكة التكنولوجية المعلومات المخاصة بكم. إذن أشكر الخبراء لديكم النفاذ إلى دوت بوست ونطاق دوت بوست وكل ما يجلبه بنسبة إلى المنصة. ولديكم النفاذ إلى ما نسمي أنشطة المكتب الدولي الشاملة من أجل جمع أفضل الأدوات لتجميع المساهمات لنستفيد منها جميعا. هذا النموذج كان ناجحا وفي حال كنتم تواجهون صعوبات مثلا تعرفعونها على المكتب الدولي. نحن نعود ونعممها على الجميع. وبالتالي هذا هو النهج الشامل الذي أشجعكم على اعتماده والالتزام به. ورئيس دوت بوست هو مؤمن بهذا النهج. ونحن سنعد شبكة أو منصة تجمع جميع هذه الأدوات. هذه خطة طويلة الأجل نأمل نتمكن من تحقيقها. ونجمع جميع العناصر ضمن مكان واحد. وقطاع البريدي سيستفيد من هذا العمل في مجال حماية الأمن السيبراني. شكرا لكم. شكرا لجميع المشاركين. شكرا لك. لا شيء لدي أضيفه. شكرا لجميع المشاركين. ميشيل مات جون جورج وبيتر وكل من شارك. والآن أعود أعطي الكلمة لرئيس الجامعية ماسي ميليانو. لكي يتقدم بكلماته الختمية. شكرا جزيلا. وبدوري أود أن أشكر جميع المشاركين. المساهمات كانت مسيرة جدا للاهتمام. والمناقشات التي تبعتها أيضا كانت مسيرة للاهتمام. استغربت كثيرا من الأرقام. ولكن هناك أيضا هذه المبادرة التي تبين كيف بإمكاننا أن نساهم في زيادة التوعية. إزاء هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر على مستوى العالم أجمع وتطال قطاعنا. هناك تدابير أيضا بإمكاننا أن نتخذها لمواجهة هذه الظاهرة. نحن نعرف بأن دوت بوست أيضا بإمكان يلعب دورا هاما في توفير الدعم للمستثمرين المعينين لكي يواجهوا هذا الخطر بفترة وجيزة. لأن الوقت يداهمنا ولا يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك برأيي لأن الخطر هو موجود. وإذن شكرا لكم مرة أخرى. أشكر تريسي على تيسير الأعمال هذه الحلقة. حلقة النقاش ونكون قد انتهينا من الجمعية العامة الخامس عشر. وودوا مرة أخرى أن أشكر الأمانة أشكر الترجمة الفورية والتقنيين وجميعكم على إنجاح هذا اللقاء اليوم واختتمة الجلسة. شكرا لكم جميعا. شكرا للترجمة الفورية. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا.